بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد أحباب بعد درس الأول من مدهة الدراسات الإسلامية صف الرابع قسم الحديث والسيرة الوحدة هذه هي الوحدة الأولى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في منزله وهذا هو القسم الحديث والسيرة ما أدت الدراسات الإسلامية للصف الرابع الابتدائي معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وخدمه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وخدمه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بمهمة تبلغ الرسالة وتعليم الناس فهل شغله ذلك عن القيام بشؤول منزله لا أقول له لا هنا خلاص وهل أثر ذلك على معاملته لأهله وخدمه أرده أقول له لا نكتب هنا لا وهنا لا وسنعرف كيف ذلك لا ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وأحسنهم تعاملا فكيف كان تعامله صلى الله عليه وسلم مع أهله وخدمه أتعرف على تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله يعني يعني زوجاته وأبناؤه كان النبي طلى الله عليه وسلم بحقوق قائما بحقوق أزواجه يلبي حاجتهم ويعاملهن بالإحسان والمحبة كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما بحقوق أزواجه يلبي حاجاتهن يعني اللي يعزوه يجلبه اللي يطلبه يأتي به ويعاملهن بالإحسان والمحبة هنا يقول لي كيف كان النبي يعامله أهله أقول له المثال الأول دي كان قائما بحقوق أزواجه يلبي حاجاتهن ويعاملهن بالإحسان والمحبة المثال التالي كان زوجته صفية رضي الله عنها معه في صفر فإذا أرادت أن تركب البعير الجمال جلس عند البعير فوضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب يعني يضع ركبته ويتقف عليها ثم تسعد فوق البعير هذه أحسن معاملة للزوجة وفي معاملة النبي الأبناء تروي لنا عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت على النبي فعائشة هي زوجة النبي وفاطمة هي بنت النبي كانت فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها يعني يبسها ويحددها وأجلسها في مجلسه يعني أعدها مكانه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها فاطمة تعمل زي ما النبي عمل مثل ما عمل تمام طارت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها هذا معملت النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله والخصص التالي كان يقوم بحقوق أزواجه ويلبي حاجاتهنها ويعاملونها بالأحسان والمحبة سيدة صفية كانت معه في صفر وإذا أردت أن تركم البعير جلس عند البعير فوضع رقمته فتضع صفية رجلها على رقمته حتى تركم السيدة فاطمة بنته لو دخلت يقوم يقبلها ويخليها تجلس مكانه وهو لو رحلها بتفعل نفس الشيء أتعرف على تعامل النبي مع خادمه مع الخدام اللي عنده لم يكن أحد من من خدم النبي صلى الله عليه وسلم يجد توبيخا يعني ما بيسبش حد ولا يجتمه ولا يعتبه ولا عتابا من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء أثر فيه يعني الخادم لو أثر في شيء أو ما عملش الشيء مزبوط برضو النبي لا يوبخه ولا يعاتبه ولا يقول له لما فعلت هذا وكان صلى الله عليه وسلم يكافئ خدما يدعو لهم فدعا لأنس بن مالك رضي الله عنه بكثرة المال والولد فبارك الله له في ماله وولده فكر لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرم خادما أو يوبخه لأنه أرحم الناس جميعا ولأنه رحمة للعالمين ولأنه لو ضربهم ليكرهون الإسلام لأنه لأنه أرحم الناس جميعا ولأنه رحمة العالمين ولأنه لمسحنا فيه نوم بس ألف زياده لمسحنا ولكن ولأنه 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 لو ضربهم سيكرهون الإسلام بس لمسح دول تعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ناس تعاملا مع آله وخدمه وخدمه وضح تقويم كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجات والسؤال الثاني وضح كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع خدمه الآن الآن أعطيكم أعطيكم هذه الإجابة يلا لنعلم لأنه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه ومعاملته للخدم أعطيكم تنقلونها المواد مناج السعودي معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ويعملون بالإحسان والمحبة كانت زوجته صفية رضي الله عنها معه في سفر نحن أعناها الواتب شوية نكتمها ومعاملته للخدم لم يكن أحد من من خدم النبي صلى الله عليه وسلم يجد توميخا ولا عتابا من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء أثر فيه وكان صلى الله عليه وسلم يكافئ خدمه ويدعو لهم ودعا لأنس بن مالك بكثرة المال والولد أعطيكم دقيقتين ننقلوا فيها ثم نغلق الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي الختام لا تنسوا اللايك والاشتراك ودعاء لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته